الايميل هون رحنا على البريد على البريد وجينا على اول واحدة متل ما شايفين يا شباب بعتولنا مية شدة فقط بعد ما عملت ارسال وبعد ما عملت رديم هلا شباب كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير رجرت لكم اليوم الفيديو جديد وشرح جديد عن لعبة بوبجين و بول قبل ما بلش هذا المقطع يا شباب خلينا نوصلوا الى ميت لايك صراحة حابة شكركم من كل قلبي على هالدعم والتفاعل الموجود بالقنوة فيش فيديو بنزده بطلب منكم ميت لايك الا بتوصلوا ميتين بتوصلوا مية وخمسين فشكرا لكم على هالدعم والتفاعل الموجود بالقنوة اليوم طبعا يا شباب جايب لكم فيديو يعني البونس تشلنش صر لي زمانش مزل عنه وروح اسحب امامكم شدات رح اورجيكم امامكم كيف رح نسحب شدات مع ايش مع الدليل يعني رح اجي اورجيكم وقولكم يا شباب شوفوا هيسحب شدات والمهم رح نشرحه كامل فقبل ما بلش هذا المقطع رجاء منكم اتوصلوا ميت لايك هلأ خلينا ندخل على الشريح طبعا يا شباب في البداية لو اجينا رحنا على القاس سهم هون وروحنا على الاعدادات ونزلنا اخر اشي بيبين عندك انه انا حاليا دولتي فلسطين والبونس تشلنج ظاهر عليها طبعا على دولة تركية اكيد رح ناس كتير تجي تسألني على دورة تركية مستحيل يظهر ولا بحياته رح يظهر على سنغافورة ومش رح يظهر فلا تعزبوا حالكم على ليبيا موجود يعني مثلا ليبيا عليها عروض وبنفس الوقت فيها بونس تشلنج فانت بالتالي لو تحول عليها بتكسب البونس تشلنج وبتكسب العروض فليبيا يعني حاليا هي افضل دولة عربية اما دولة غير عربية ولكن مشكلتها ما فيها بونس تشلنج في تركية في سنغافورة ففيها دول الدول برضو مناح فاذا يا شباب ما حد يجي يقول لي يا مراد انا تركية ومش ظهر عند البونس تشلنج اكيد مش رح يظهر عندك لانه في الاساس على تركية مثلا على سنغافورة مش موجود بالاصل وفيه على اغلب الدول العربية مثلا هي انا فلسطين دولة الاساس حاطط وظاهر عند البونس تشلنج اهاي بس نقطة حبيت اوضحها قبل ما نشرح البونس تشلنج في البداية لو رحنا هون برضو ع السهم بطلع لكون اشي اسمه تحدي المكافأة هاي هي اشي رحنا اليوم طبعا في البداية انا معاي فوق 35 بطاقة من العمل هدول اللي بيخليك تدخل على القيوم في البونس تشلنج طب واحد بيجي بيحكي لي يا مراد كيف نجيب هدول العملات ركز معي بتكبس على اكس كل يومات كل اسبوع كل خميس بتجددوا بتروح على احداث وبتروح على موصة بهي اعتاني واحدة يبقشر لكم عليها بعدين بتنزل على اللي هو تقرير الاسبوعي تاني واحدة يبقشر لكم عليها بتاعة الايفون وبتروح على كبسة انطلاق بعد ما تكبس على انطلاق رح تفتح امامكم واللي هي هاي الواجهة اسبوعيا تعالوا هون هي كل خميس بتتجدد انتوا مثلا تعالوا كل اربعة بتيجي هون على حسب تقييمكم اذا كان ورقة رابحة بتاخدوا 3 بطاقات وبتاخدوا برضو اللي هو 25 سلفر وبتاخدوا 5000 من اللي هو الذهب وازن كان تاج بتاخدوا 2 وماسي 1 بتاخدوا ولا اشي فهاي كل اسبوع تذكروها وتعالوا اجمعوا انا اذا صار معاي 35 35 بطاقة من اللي فوق فقط من هاي الشغلة اجي اجمع وانساهم اجمع وانساهم فاجأواحدة صار معاي 35 بطاقة في البداية يا شباب حاليا التسجيل هون مفتوح ينتهي التسجيل فيه ساعتين ساعتين نص طبعا هاي الي يهوبيا او اسبوعيا بتفتح 3 ايام بتقدر من خلالهم تلعب المباريات بالبطاقات اللي معك وبتقدر انك تعمل تسجيل وتدخل على الجيم مثلا مستودع او ايران غير وبتاخد نقاط على حسب بتجيب كلات وعلى حسب مركز لو رحنا في وعشارة الدفتر طبعا انا هلا قبلش تصوير لعبة جيم هين هاد اللي هو 45 اول واحد اعطوني 405 نقاط كيف اعطوك يا هم يا مراد جبت 5 كل بالمستودع حالة القتل وجبت تصنيف اول يعني فوزنا الجيم بالمستودع مع 5 كل امة 30 يوسي هي قبل شوي 28-12 اعطوني 405 نقاط خلي معاي 1000 عشان هلا نسحب 100 شدة امامكم طبعا عندكم هون تسجيل بتلت بطاقة تسجيل بطاقتين تسجيل بطاقة وعندكم هون على البطاقة اذا نجيبت مثلا مركز اول بالمستودع وكلات مثلا فوز 10 بتاخد 240 طبها اكتر من هيك ما بتاخد وعندكم هون بطاقتين بتاخد واللي هو 480 وعندكم هون التلت بطاقات اللي انا لعبت فيها قبل شوي اخدت 405 ولو كنت جاي بكلات اكتر كان اخدت نقاط اكتر هذا من المستودع في عندكم هون واللي هو بيرانكل ايرانكل تقدر تلعب طلع 3 بطاقات اذا نجيبتو مثلا اول وخمس كلات طلعو 3200 نقطة تقريبا يعني جوستاخد لك اقل اشي 1500 لحد الاقل اللي تاخد 1500 فانت بتسجل باللي بدك اياها بعد ما رجيب البطاقات يا مستودع يا عادي بتسجل باللي بدك اياها وبعد ما تسجل وتلعب وتجيب النقاط بتيجي على استرداد المكافأة واللي هي هاي طبعا انا معاي حالين 1000 نقطة راح نورجيكم كيف راح اصحاب مي تشدبتك بس عليها طبعا هي بتفتح امامك واللي هي هاي الواجهة متل ما انتوا شايفين وفوق مكتوب لك واللي هو معاي 1056 نقطة عندكم هون عدة اشياء تقدر تستردها 300 يو سي ب3000 نقطة 300 يو سي ب3000 نقطة في هاي اللي بسو اللي هي ب12000 نقطة وفي عندكم اللي هنا بقية لبس فيه هون سكن شوت جان فيه سكن طاوي طبعا هون في عندكم 100 يو سي هاي هاي متل ما شايفين 100 يو سي ب1000 نقطة فلو اجينا على راديم وحطينا على اوكي انا حاليا ايش ايش ايتيم والسنتيو وقذيم ايميل سحبوا والألف نقطة ضل معاي فقط 56 ولو جينا رحنا على الاكس يا شباب رحنا على الاميل هون رحنا على البريد وبريد وجينا على أول وحدة متل ما شايفين يا شباب بعتولنا 100 شدة فقط بعد ما عملت ارسال وبعد ما عملت ريديم فقط متل ما شايفين ونيجي نعملهم جميع يا شباب بس خلينا ناخد سكرين شوت وخلينا نيجي كمان نعملهم جميع معاي بايدي فقط كيف يا مراد ظليت ألعب مثلا مباريات وألعب هيك وأعطوني نقاط فقط بقيمين أو بتلاتة تاخد متشدة وبتعمل لهم استرداد وهي الشتدات فوق مثل ما شايفين كانوا 535 صاروا 635 ولو رجينا رجعنا هون مثل ما شايفين طبعا النقاط الخصموا لكن هي بتكون كفعليا امكال تشي فإزا هاي رجعون نقاط 56 بتلعب بتجيب بطاقات من غالي بتيجي بتلعب فيهم هون بتجمع نقاط بتعمل استرداد ويعطيك ألف عافية مبروك عليك الشدات ومبروك عليك وبتشحن فيهم الابدكية وبس يا شبابيك منكم وصلنا إلى هذا الفيديو اليوم إن شاء الله ربي يكون عجبكم طبعا في هيك أكما نفتحها أكما نفتحها بإني أفتحهم معكم هيك في هون إش دولاب هون نجرب ع هون نجرب ع هون ولا نجرب ع التاني هات خلينا نجرب ع التاني طبعا هاي ببلاش نشوفها معكم يعني إيش رح يطلع لك ونتفتحها مبارح ولكن نسيتها للأسف 12 قصية لك عاش هيبلش تحوشي لكم يعني كمان عشان عشان القصائم الجاي في هون نفتحها بعشرة على ماء الظن نتأكد في فتحها بعشرة خلينا نفتح واحدة معكم لعيونكم وبعدين ننهي المقطع نكون نشوف بركة يطلع لي إيش أسطوري عشان عيونكم نحكي بسم الله يلا إيش أسطوري بدنا عطونا إيش أسطوري عطونا هاي العملة بس يا سيدي وبس يا شبابيكم نكون وصلنا إلى هذا فيديو اليوم إن شاء الله رب يكون أعجبكم اللي عنده أي سؤال يكتب لي تحكي بالتعليقات آسف على التنزل في وقت متأخر ولا بحب أحكي لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة